موسيقى خلال هذا الاستقبال زود جلالة الملك عزه الله الرئيس الجديد للمجلس بتوجيهاته السامية قصد التفعيل الأمثل للمهام التي أوكلها الدستور لهذه المؤسسة في النهوض بالمدرسة المغربية وإبداء الآراء حول السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي والمساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا القطاع المصيري لمستقبل المغرب. كما أكد جلالة الملك عزه الله على ضرورة مواكبة المجلس باعتباره مؤسسة استشارية لإصلاح منظومة التربية والتكوين بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية من أجل تحقيق أهدافه الرئيسية فيما يخص الارتقاء بجودة التعليم في جميع المستويات وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في هذا المجال وإتقان اللغات الأجنبية وتشجيع البحث العلمي بما يساهم في تأهيل الرأسمال البشري الوطني وتسهيل اندماج الأجيال الحاضرة والقادمة في دينامية التنمية التي تعرفها البلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر